الاوتو تيون. اهلا بكم. حلقة جديدة في هندسة الصوت. ناس كتيرة طلبتها. اه وانا مضطر اعملها. ليه مش بحبها? اه حاجة بيسموها الاوتو تيون. الاوتو تيون. يعني ايه اوتو تيون? اوتو تيون من اسمها كده بالاسم الانجليزي. يعني اوتوماتيك. اوتو يعني اوتوماتيك. يعني تلقائي من نفسه. تيون يعني زبط. يعني الزبط التلقائي. او الزبط الاوتوماتيك. بالمعنى الحديث يعني. يعني ايه زبط اوتوماتيك? يعني معناها سعادتك بتقول نوة معينة في مجال معين في سلم معين. بس خرجت برا السلم او عملت يعني صوتك مش حلو. فبالاوتو تيون ده سعادتك رجعنا الاخ اللي بيغني برا السلم دوت يبقى مظبوط على النوت بتاعت السلم. طب حلو ده ده حلو قاوي ده هيخلي كل واحد يعرف يغني بقى ويطلع شرايط ويطلع باش عارف ايه بيبقى مشهور وبتاع ما هي دي المشكلة ان الموضوع بقى ما انك انت تمشي على النوت بس الموضوع الصوت نفسه والموضوع والتعبير والكلام ده قربي بقى في الزبالة لان دوت بيخلي الموضوع آآ آآ زي ما تقول كده ايه ميكانيكي بيبقى الصوت بتاعك طالع كأنه صوت روبوت مثلا آآ الموضوع لي قصة دوت انا مش بكرهكو فيه على فكرة وكل واحد لي يعني ما ما يؤمن به وممكن استعمال بحرفانة شوية في بعض الالحان بيطلع تأسير صوتي معين ببصوته جميل يعني وحسبت لكم دلوقتي القصة بدأت سنة الف تسعمية تمانية وتسعين الف تسعمية وتسعين شركة اسمها انتاريس طلعت آآ برنامج سوفتوير اسمه بس ما كانش حد يعرفه خالص وبتدي تتكلم مع موانسين الصوت وبتاع فآآ في مطربة امريكية مشهورة اسمها آآ مطربة ديت كانت بعيدة تعمل البوم وفيه اغنية حلوة اسمها آآ هل تؤمن بالحياة بعد الحب يعني يعني الحب آخر للقصة ولا تؤمن بالحياة بعد وبقى كمان يعني الموضوع مش بسألت انا بحبك انا بحبك وخلاص وتخلص القصة لا ما في حياة بعدها بقى هتبقى الحياة دي شكلها ايه موضوع الاغنية كان حلو واللحن كان جميل جدا شير مطربة قوية جدا من المطربات اللي فعلا صوتهم قوي قوي كصوت وماشى في نفس الوقت وفي نفس الوقت من المطربات اللي بيلتزموا بالسلم اللي هما فيه ده بدقة ده معنى ان عندها حنجرة قوية عندها سيطرة كاملة عليها فالستة ديت هي يعني يبدو ان ليه علاقة كمان بتاعها او اسلوب الحياة لان الستة ديت اسلوب حياتها برضو هي محافظة جدا وبتتتبع اساليب صحة كويسة جدا تخلي صحيتها كويسة درجة انها لا يبدو عليها عمرها فيبدو ان اسلوب حياتك برضو بيفرق في قدراتك الصوتية زي زي اي حاجة لو انت لعيب كرة وعادت تشرب سجاير وتسهر طول الليل وبتبعها عمرك في الملاعب قصير لانك انت عملت اهانة لجسمك وده جسمك مش هيساعدك ايه وبالضبط كده زي اي حاجة المطرب بيبقى رأس ماله وحنجرته فحنجرته ديت عبارة عن جزء من الجسم لحمه ودمه وعضمه بيروح لها غزاء واكسوجين وكده فلو انت اهملت جسمك ممكن الحنجرة بتاعتك تتأثر جدا ويبقى عمرك في الملاعب زي بعض الفنانين بقى والمينج والمش عارفين اللي عندنا دول اللي بقوا آآ قررت تعمل الالبوم وبتاع راجل مهندس الصوت عارف موضوع بتاع انتار ازاي فهو قال لها انا عندي فكرة حلوة هتضيف على الصوت بتاع الاغنية حاجة جميلة جدا وبتاع المهم وقت التسجيل سجلت الاغنية وبتاعه وبعدين هو اضاف عليها تأسير في اجزاء من الغيوة ممكن الغيوة انت سمعوها وهتعرفوا اللي انت انا بتتكلم عليها اجزاء معينة بيانت الصوت نوع من الروبوت يعني بيطلع وينزل كده روبوت فكان الصوت الاغنية جميلة جدا عجبت جدا الاغنية والتأسير اللي حطوا الراجل مهندس الصوت ده بس الراجل لم يجرؤ ان هو يقول لها ده لان دي تعتبر اهانة لاي مطرب ده يعني يعني انك انت بتغني بر السلم فانا معلش اضطرت ازباطك بقى وبتاعك ده معنا انك انت كفتة يا موازة فالراجل خب عليها ان ده وقال لها انا بستعمل جهاز دي جي تيك دي شركة كبيرة من شركات الاجهزة الالكترونية منها البدلات بتاعت الجيتار قال لها انا بستعمل حاجة ما فوكودر فوكودر ده بيحور الصوت شوية ويطلعوا صوت زي روبوت يعني فقال لها انا استعملت الفوكودر وبتاعنا ان خاف يقول لها الاسم بتاع اللي هو ده ايهانة لمطربة كبيرة زي المهم مش الموضوع شوية بشهور وظهر بقى ابتدى مهانسين الصوت يسألوا ايه ده ايه ده ايه ده الستة دي عملت ايه ايه الكونية الحلوة دي ابتدت الناس تتساءل الستة دي استعملت اي نوع من التأسيرات عشان تطلع الصوت الحلو دوت فابتدوا بقى يعني دوروا ورا الموضوع عرفوا التأسير الجديد اللي طلع من شركة اسمه كل بقى اشترع عليه وبتاع فاضطروا هو يقول لشير ان هو استعمل دوت بس ده مش معناها ان هي كانت مطربة سيئة هو استعمله بس في الاجزاء اللي عايز يدي فيها الايحاء بالتأسير الروبوتي دوت بتاع الغنى بتاعها رحبت هي تشير بالموضوع وقالت خلاص فالالبوم اللي بعد وهي بتنتج تاني فبقول لها تحب بقى نستعمله ولا بلاش نستعمله مرة قالت له لا لازم نستعمله المرة دي لانه نجح في الالبومات الاولينية كويس قوي بس بشرط اللي بيستعملوه في الغرب هم اساسا اقوية صوتيا واقوية فنيا والعمل الموسيقي نفسه مكتمل مدروس كويس ومعمل له لحن كويس ومعمل له صوت كويس ومتركب الصوت ومعروف ايه العالي وايه الوطي وايه البيز وايه التريبل واخد بالك فالاوتو تيون ده بيبقى زي شوية حاجات كده على الموضوع مش تجيب لي يعني بقرة بتغني لما اخزة والبقرة دي تيجي تجيبها تغني وتروح مركب لها الاوتو تيون تبقى بتغني ومشي على اللحن وتمام يقول لي مالما البقر بيغني وايه يا عم بتعملوش شراية للبقر ليه لا طبعا ما ده بقر يبني مش هيغني ولا هيعمل فانت لازم ديب عندك الاول موضوع وبعدين الاوتو تيون ده فلافل او نوع من بتتحط على الطبقة فتديها نكهة حلوة كده وبتاع ما اخد بالك ده الفرق بين استعمال الاوتو تيون برا والاوتو تيون عندنا اللي هو بقى فرح عزيزة دلوقتي بقى فرح العمدة تسمع اللغونية كلها من اولة لاخرها بقى اوتو تيون دي مش عيشة يعني ده بتاعي بتاع الستوديو بتاع البيت هو اسمه زي ما انتم شايفين فوق كده دوت آآ عبارة عن هو للماك كان نازل قبل كده للويندوز بس نزل لحد حاجة اسمها البلاتينيوم بعد البلاتينيوم مفيش ناز ما نزلش تاني وبقى للماك بس مش للماك والبي سي زي النسخ القديمة بس انا ازعم ان النسخ القديمة لازالت من التسعينات ممكن تستخدم حتى الان لان هو عبارة عن تقدر تحط انت كل قطعة موسيقية في كل وتقدر انت يعني ما بيعملش معجزات يعني اللي باقي الموجود في في السوق يعني هتلاقي وحتلاقي آآ نفس النظرية ونفس الفكرة عبارة عن انك انت وسيلة بانك انت تقدر تسجل على تراكات مختلفة وتجمع التراكات دي كلها مبعضية وتحط عليها تأثيرات صوتية جاية من نفسه مثلا لو حاجات جاية هدية معاه او بتشتري بتاع تأثيرات وفلاتر زي ما بيسموها كده او افكت وكل بتشتغل على انا ما طلقتش التدريب بتاعي على بس طلقت التدريب بتاعي كان على يعني انا اتدربت على واشتغلت في البيت عندي بسونار يعني حتى ما كنت ما كنت بشتغل على في البيت ما كنتش بشتغل على كيو بيز كنت بشتغل على السونار وخلصت السونار وبشتغل على فلو انت اتدربت على اي دي اي دابليو هتقدر تستعمل بقيتهم ما فيش اي مشكلة خارس بالعكس كمان ده انت هتقدر تستعمل بتاع الاستوديو بمجرد ما تعرف بس شرح للشكل بتاعه فيه ايه والمهندس بس يوريك الازرار المختلفة لانها سعب تبقى مختلفة من مكسر للتاني ولكن غير كده خلاص انت بتبقى عارف النظرية وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه فده بتتحكم فيه انت بنفسك. انا اسجلت كده هسمعه معاك دلوقتي. اه نشغل ونشوف بيقول ايه? ده صوت يعني كده عملت جملة بس اه اه لحنية من الاغنية احنا عارفينها والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا ايه جملة تسجلت اه ما فيهاش اي تأسيرات صوتية اه خالص يعني مجرد تسجيل بس من موكروفون على طول على الجهاز فانا هبتدي دلوقتي هشغل عليها التأسير اللي انتوا عاوزينه اللي هو قبل ما اشوف اه احب اوريكم اه حاجة جديدة موجودة في بتاعت اللي ايام دي ما كانتش موجودة زمان بس هي موجودة دلوقتي بقيت بتاع الكمبيوتر ممكن ان انا استوعب النغمات وقدر اتحكم في حاجة يسمعها اللي بسموها او درجة اقدر عليها او اقدر اوطيها فالحاجة ديت مخصوصة مسلا للآآ بس كل هتلاقي فيه نفس النظرية ديت اول حاجة هخلي يحلل بتاعة المقطوع الزغيرة دي فالسوفتوير هشتغل شوية كده عليها لغاية ما يعرف الدوم من الكلام ده عمل هو التحليلات بتاعته ديت فاحبدأ اشوف انا النوت بتاعتي فين مفرقة وهنا عملها بالايقاع لا انا مش عاوز الاقاع انا عاوز اللي هو الدرجة الصوتية هو ممكن يحلل الاقاع زي ما انتم شايفين محلل مقطوع الجزء الصوتي دوت ما حاول له الاقاع ويماشي على التيمبو ولا لا بس طبعا احنا في الغنى ما بنالتزمش بالتيمبو بحزافيره يعني فانا هشوف اللي هو درجة الصوت لو تلاحز في بيانه عندي ظهر هنا وظهرت النوت بتاعتي اللي انا بغنيها فانا لو انا مشيت على الغنى دلوقتي اشغالها وتشوفه والله ما كان على بالي ياهواء والله ما كان على بالي ياهواء يعني شوف الحتة دي مثلا والله ما كان. والله ما كان. فمكان دي ممكن ننزلها. هي جاي على النوت اللي هي دي. شايف كل معليها. تزيد شوية. نزلها تخس شوية. ايا كده على المزبوط انا. نجرب كده تاني. والله ما كان على بالي يا هوا. اوه دي خسة يا هوا. انا حاسز يا هوا دي تخسة شوية. والله ما كان. على بالي يا هوا. يعني اتزبطت. فممكن انا بان انا محتاج ولا حاجة انا محتاج ان انا افهم مزيكة. وابقى عارف النوت بتاعتي اللي انا دايس عليه ايه. وبالصوت كده اشغل حتة حتة لغاية ما علي واوطي بتاعها بحيس ان انا شوف هو ناقص تمنتاشر بتعلي بالسنت يعني او اخي بالك. فانت تبتدي تحسب انت راح فين وجاي منين. تبقى عارف كل نوتة من دول جاية على المفاتيح بتاعة البيانو اللي انت شايفها جنبك دي. فتبقى عارف النوت اللي ماشي عليه. والنوت اللي مفرقاء ايه. وتبتدي تعلي وتوطي النوت لغاية ما تدخل معاك في في دوت يعني. طب انا مش عايز اعمل الكلام ده بقى اقعد بقى ايه اعمله اخلي انا عايز الكمبيوتر هو واشتغلوا بالنسبالي. وهستسهل انا مش عايز بقى طبعا الناس اللي بتنتج امتاج كبير. بيعودوا بقى بتحنتفوا بقى جملة جملة وسطر سطر غاية ما يزبطوا كل حاجة تمشي مع تيون طبعا اه في حدود ما يسمح به العمل الفني. يعني انت مش المطرب عايز يعمل حاجة عربة هنا او عايز يعلى برا مسلا هنا ويرجع تاني. مش هتبوزها لو انت بتروح حطوا على النقطة بالزبط طبعا فبوزت له الدنيا خلص. فانت لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه وايه المقبول وايه اللي مش مقبول. فانت بتعدي على حتة حتة كده. وبتسمع بودنك ماشية حلوة ماشية وحشة. وانت بتدي تجرب. ساعات كمان يعني في زيائيا الصوت مع الاصوات التانية. في حاجات بتجذب ليها زي كده بالزبط موجات الدوق بالنظرية النسبية. مش عايز اتخالكو في موويل كبيرة. حاجة مما تقارنها مع حاجة تحس انها بره بس هي مش بره ولا حاجة ده. ده حاجة بتقارنها بحاجة تانية اه الموجات بتشد بعضها ما بتقاش عارف تسمع اه مسلا بطريقة معينة فاتهياء لك انها بره بس هي مش بره. اما تلعب التراكلة واحدة يبقى شغال صح بس معها حاجة تانية يطلع غلط. انت حاس ان في حاجة مش صح في حاجة في تنافر بينهم يعني. فالموضوع ده انت كل حاجة لازم تحكم عليها بودنك. طيب انا عايز اشغل بقى دلوقتي عامل انت واجعت دماغي دلوقتي انا مش 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 عقب بقى على الكلام ده عقب بقى نوتا نوتا واعد اشوف الموجة بتاعتي راح عفين وجاية منين. شغلنا يا عامل الناس بتقولها علي ده. حاضر يا سيدي انا هشغل دلوقتي. هدخل عندي اه الافكتات اللي عندي موجودة عندي هنا في حاجة اسمها يعني ايه? يعني تصحيح تصحيح التون. اللي هو الاوتو تيون اللي احنا نسميه الاوتو تيون. برنامج الاوتو تيون اساسا جاي من شركة اسمها انتاريس. بس دلوقتي بقى خلاص مش تكنولوجيا دورة ولا حاجة. شركات كتيرة بتعمل الاوتو تيون ده وتدخلوا مع بتاعتها فاحنا نازل معا حاجة صغيرة كده اوتو تيون صغير يخلص لك القضية دي. الله 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 نفتح الاوتو تيون تلاقي مشكلة كبيرة قوي ايه ده يا عامل ده في بيانو اهو فيه الكلام ده كله اهو البيانو دوت لو انت هتشتغل انت عارف السلم بالزبط اللي انت بتشتغل عليه وتقدر تطفي الديزات والبيمولات اللي معاك يعني كل ده منور يعني كل ده معانا في في الليلة ديت كل معانا ده في اللحنة بس احنا في اللحنة في حاجات مش هتبقى معانا مسلا حاجات ديت وديت مسلا مش هتبقى موجودة معايا في اللحنة فلو انا اعرف سلالم واعرف هارموني وكده فحط في الحاجات ديت وهو اللحة زي ما انا عاوز. اه ده السل من اللي هقدر اعمل عليه المقام بتاعي. المقام بتاعي انا بختار من هنا اختار اي مقام انا عايزه او عايز كل المقامات موجودة هنا في الموسيقى الغربية. واخد بالك والكوردات. وببتدي هنا اختار كمان الجزر بتاعي في اللي انا عاوزه ده. يعني ازاي بقى هعمل الكلام ده نجرب بقى مع مع بعض ونشوف هيحصل التأثير ده ايه. اه بالنسبة للخاندية بتاعة يعني ايه يعني هتخلي يتدخل بعد قد ايه? كل ما بتعمله كل ما بيخش بسرعة. وبيعمل لك صوت صناعي. يعني بيعمل لك الصوت كده عام زي ما يكون روبوت. وكل ما بيتأخر شوية فيدي لك حنية في محدش يحس بيه بس هو بيصلح في الاخر بتاع الكلام ده. يعني انت خلي الموجة تنحرف او خلي الصوت ينحرف زي زائد خمسين او ناقص خمسين. واخد بالك فانت بتختار لو انت عايز تعدل حاجة تخليها دي تيون تخليها تخرج برا النوتا كزا وترجع كزا. فطبعا احنا هنخلي دي تيون على الصفر. وهنزل على أسرع حاجة يعني. ونبتدي نجرب اللي بيحصل لك انت بتجرب لو انت مش عارف السل من اللي انت شغالها عليه. بتجرب النوتا بتاعتك اللي انت شغال عليها طبعا انت لازم تبقى عارف على قليل انت مغني من ايه من الري من الميم الفا. فانت هتجرب واحدة واحدة وتبتدي تجرب عليها السلانم ببدأها من وبعدين 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 ونبدأ نشوف هيمشي معانا ولا لا. انا هبدأ ومسلا اختار لانا المقطوعة انا حاس انها نهوان دي يعني حزينة شوية. فحخلي المقطوعة بتاعتك تبقى خليها اساسا انا حاسس ان المقام بتاعي دوت او مقام هو فعلا الاغنية اه من مقام اه الكورد وبيطلع منها على في الاغنية دي في الاغنية دي بالذات. احنا هنجرب ونشوف. طب نجرب من ايه? نجرب كده من الله? نشوف هيمشي ازاي? هو ده انا بعمله بس مجرد كده انا خلاص انا عرفت انها من مفتاح حتى مش صوت يعني صوت مقاعدة جدا وبشتغل بقى بال عطيت وبعدين ابتديت اشتغل على الروت ابتدي لجزر بتاع النوة يعني نبدأ من الله ونسمع. هشغل اللوب عشان يشتغل معانا ونقدر ايه? نحكم بودانا. والله ما كان على بالي يا هوا. لا ده صوتها بحش اول. والله ما كان على بالي يا هوا. لا في حاجة بايزة هنا. والله ما كان على بالي يا هوا. طيب انا عارف ان المخطوعة من دومينير. على بالي يا هوا. والله ما كان على بالي يا هوا. والله ما كان على بالي يا هوا. هي اكتر واحدة قبلها. على بالي يا هوا. شوف كل ما عملها بالي يا هوا. طب نخفط شوية يعني خليها ابطأ شوية. على بالي يا هوا. والله ما كان على بالي يا هوا. والله ما كان على بالي يا هوا. والله ما كان. على بالي يا هوا. في ناس تقول لي الله طب ما هو الصوت كان كده في الاول. هو عمل ايه? انا حواريك دلوقتي عمل ايه? لما اعمل كوبي من التراك دوت. وهعمل كوبي بالزبط من الصوت دوت. عشان نشغلهم الاتنين جا من بعض وتقدر تسمع. ده التراك اللي تحت ده ما عليوش اي تأثيرات. انت هتسمع الصوت دلوقتي هتلاقيه غريب جدا. اللي انت سمعته دلوقتي فيه فرق بين الاتنين. واحد متعدل شوية التون بتاعه. والتاني مش متعدل. فعمل لك كأن فيه اتنين بيغنوا كانت غنيت التراك ده مرتين. يعني اواخد بالك. فهو ده التأسيري بيعملوا عشان يتخنوا الصوت شوية بتاع صوت المطرب. في بيعملوه ما اكتر من مرة. ويعدلوا بالاوتو تيون. الاوتو تيون يعمل الصوت زي ما احنا شايفين كده الاوتو تيون. هنعملوا اسرع شوية وهتسمع بقى الاتنين عاملين ازاي? شوف عاملين ازاي الاتنين بعد ما اصرع الاوتو تيون شوية. والله ما كان على بالي هوا والله ما كان على بالي هوا وقادي ان انا خليت الجهاز لو خدت بالك انت وانا شغال بالمقطوعة لو انا شغال بالتراك ده هتلاقي شوف محمال يتحرك يمين وشمعين عمال يزبط كل نقطة على السلم بالزبط بس عشان طبعا الاغنية اساسا كانت مظبوطة على اللحن بتاعها الحتة اللي هي نعمة من الطلوع والنزول دي عملها زي ما تقول كده صوت صناعي زي انه كأنه روبوت كأنه صوت آآ مكنة معمولة فهو دوت التأسير اللي بيحطوه شوية على الغونة عشان يطلع الحتة معينة فيه جميلة بس طبعا منش هتقدر تستعمله على كل الاغنية وايه اللي هتبقى هيصة بقى يعني فرح العمدة يعني فطبعا اه لو استعملت بحكمة هتقدر تستعمله وتطلع منه حاجة لطيفة جدا ولو انت استعملته زي اللي بيستعمله عندنا في مصر ايه الصوت صناعي بالكامل بيطلع في الشرايط والاغاني والسديهات في الاغاني الحديثة بتاعتنا وطبعا ده مش آآ يعني انا مش مش بحبه يعني كل واحد ليزوقه طبعا ولكن ده بيسبب لي مشكلة يعني ان انا اسمع آآ مكنة بتغني طول الوقت يعني مش مش انسان يعني دي كانت قصة الاوتو تيون واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة 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 شكرا